السلام عليكم مشاهدين الكرام إن من المعاشرة بالمعروف أن ينام الرجل مع زوجته على فراش واحد وأن يعطي كل واحد منهم الآخر حقه قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وعاشروهن بالمعروف فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال في الشتاء كنت أستدفئ بزوجتي زينب فأضمها إلي ليدفئ كل من الآخر فالأصل في الأزواج أن يكون في فراش واحد وعن عائشة رضي الله عنها قالت أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنت عليه وهو متجع معي في مرطي فأذن لها فكان النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه ينامان في فراش واحد فإن هجر الزوج لزوجته أو هجر الزوجة لزوجها من غير قصد أو بسبب لا يجوز شرعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دع الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح فالأصل أن يبيت كل من الرجل والمرأة في فراش واحد